مرحبا معظم اشاق الكمبيوتر بعرف موقع نيو ايك دوت كوم اللي هو احد اشهر مواقع بالعالم لبيع قطع الكمبيوتر والالكترونيات اخر فترة صار يشحن للامارات والسعودية مجانا معظم القطع ويوفر شحن اصلا الهم واليوم عاملين له اعلان مدفوع لسبب جدا وجيه لانه صار يشحن لدول عربية كتير زي الاردن الجزائر الكويت ومصر وغيرها كتير خلينا شوف الفيديو مع بعض اوكي خلينا ندخل على الموقع اللي هو www.newegg.com اللي هو البيضة الجديدة البيضة الالكترونية موقع البيضة سموه اللي بتحبوا تسموه طيب اول اشي من لاحظه الموقع صار بالكامل باللغة العربية كل اشي معرب هاي شغلة جدا جدا ممتازة خلينا نشوف شو الدول اللي صارت مشمولة بالشحن بشكل عام وشحن مجاني لكتير من القطع اذا منروح على التفضيلات تبعة اللغة والمكان في عنا بالشرق الاوسط عندنا البحرين فلسطين المحتلة عندنا الاردن الكويت عمان قطر المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ولأهلنا في افريقيا في عندنا الجزائر عندنا مصر وعندنا المغرب فصار عندنا كمية دول لا بأس بها من الدول العربية ان شاء الله دول تانية تنشى من المستقبلا ولكن حاليا للأسف الشديد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة هي الخيار الوحيد اللي نشوف الموقع فيه بالعربي باقي المواقع بالانجليزي ما في مشكلة خليني نختار مثلا مملك عربية السعودية والعربي حاب نستعرضه بالعربي سوا ونعمل تجميع بقطع مختلفة تجميع متوسطة موجهة للألعاب ونشوف كم بتكلف شحن وكم رح يكون فيه طبعا ضريب ومضافة حسب كل دولة لأنه هاي الأشياء غير شامل للضريبة زائد طبعا الجمرك لكل دولة بتعرفوا أنت الأشياء لزي هيك خليني نشوف نستعرض الموقع سريعا في عنا أنظمة الكمبيوتر كل إشي له علاقة بالكمبيوتر بشكل عام من إكسسورات وغيره في عنا موكيونات الكمبيوتر اللي بتهمنا كتير PC Components اللي هي المotherبورد لوحات الأمر الذاكرة المعالجات إلى آخره في عنا جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية من تلفزيونات معدات صوتية إلى آخره في عنا ألعاب سواء كانت Soft Copy ولا Hard Copy في عنا شبكات نقاط وصول إلى آخره في عنا حلول للوازم المكتبية في عنا معدات سيارات ومعدات صناعية اللوازم معدات منزلية أدوات صحة ورياضة ملابس وإكسسورات وهوايات وألعاب يعني موقع شامل مش بس موقع للإلكترونيات فقط ممكن تلاقوا فيه أشياء كتير طيب نبدأين خرجوا على أنظمة الكمبيوتر ونبلش بالتجميعة تبعتنا نبلش بالمعالج الرئيسي من روح على مكونات الكمبيوتر وعلى وحدات المعالجة المركزية المعالجات الأجهزة المكتبية للكمبيوتر خلينا شوف لنا معالج أنا بدي أشوف لي إشي إنتل والإيمدي مش فارقة كثير على فكرة خلينا شوف لنا إشي إنتل هالمرة ونشوف لنا إشي طبعا تقدروا تعملوا فلتر لاحظوا أنا اخترت الشركة المصنعة إنتل بدي إشي آي فايف وبدي إياه من الجيل التاسع يعني شوف لنا إشي جديد نسبيا ما بنا نشوف إشي قديم هاي آي فايف من الجيل التاسع وهاي تطبيق وأنا صراحة من الناس اللي كتير حابين يجربوا 9400F اللي أنا شوف نتائج جدا مرضية إله هاي الموقع سعره 676 ريال خلينا نعمل استعراض إله طبعا عليها ريفيوز ونقدر نشوف كم الضريب المضافة عليه عليها 676 ريال سعره مع الضريب المضافة الشاملة 710 ريال خلينا نعمله إضافة إلى عربة التسوق الإشي الثاني خلينا نروح على اللوحة الأم صارت هاي عربة التسوق تبعتنا فيها الإجمال الفرحي تقدير الضريبة والشحن خلينا نروح على لوحة أم هالمرة بدأستعمل الشيشر أو خيار البحث بدي أشوف لي لوحة جيجابايت بي 360 متناسبة مع المعالج اللي حطينا أو ممكن نحط بي 360 بعدين نعمل فلتر حسب المصنع طبعا عندنا هاي الناس اللي يصنعوا على اليمين بتكون موجودة في عندنا لوحة الأوروس جيمينغ 3 سعرها 446 ريال على فكرة من اللوحات الجيدي خلينا أخذها بديش العادية الـ HD3 خلينا نروح على الأوروس سعرها 446 مع الضريبة 496 طبعا تقدر هون أنتو تعمل الـ Customization للبوردز من داخل الصفحة نفسها أنا بدي الأوروس ما بدي موديلات تانية من جيجابايت هاي حطيت الأوروس بعملها إضافة إلى عربة التسوق فصار عندي هيك معالج ولوحة أم الإشي اللي بعده خلينا نشوف لنا رام أنا أريد أن أرى رام من XBG إلى XBG D40 اللي شفناه مؤخراً بـ Computex لطيف هالرام طبعاً عينناه إحنا مش بس شفناه هاي سعره 1069 ريال اللي هو 16 جيجابايت كت خلينا نأخذ هاي الكت اللي هي RGB طبعاً لنا مع الشاق ال RGB وهي أضف إلى عربة التسوق هيكصار لنا لوحة أم معالج ورام خلينا نشوف كرت شاشة بدنا RTX مش RTX هاي نشوف GTX 1660 Ti ومن أي شركة نأخذ مودير خلينا نأخذ من EVGA في عيننا 10 كروت من EVGA هاي تطبيق فهيكا حصلنا البحث بـ 1660 Ti و EVGA خلينا نشوف لنا إشي في مروحتين في عيننا الSC Ultra وفي عيننا الSC Ultra خلينا نشوف الSC Ultra الSC عفواً اللي هو أقل تقريباً 120 ريال من الSC مراوح مزدوجة طبعاً برضو مرة تاني بقول لكم بتقدروا تعملوا خيارات من هون هاي أضف إلى عربة التسوق صار عنا هيك معالج لوحة ورام وكرت شاشة خلينا نشوف الآن شو نشوف SSD من مين مننا SSD نشوف لنا SSD من HyperX HyperX SSD برضو على السيرج لإمكانكم طبعاً تعملوا السيرج انتو على المودل نمبر اللي بدكم إياه اللي فيوري RGB اللي حالياً قاعدني منعين فيه أنا عاجبني صراحة من ناحية منظر وأداء 480 جيجا بتهيألي جيد هاي أضف إلى عربة التسوق كالعادة بيكون فيه السعر زائد الضريب المضافة وإذا فيه أي خصم يعني فيه أشياء على خصم 3.25% بغض النظر عن قيمتها قليلة ولا عالية ولكن موجود هالموضوع بعد SSD بدنا نشوف Power Supply شو رأيكم والPower Supply برضو عشان نشكل نشوف الإشي من Thermal Take Thermal Take Power Supply وشوف شوفي عنا خيارات أنا حاب إشي RGB شو رأيكم طبعا أكيد نقدر نعمل منتجات نعمل عرض المنتجات على أقل سعر الكرت اللي عنا في عنا 9400F ما بدو هالتبريد الخطير زائد أو عفوا ما بدو هالباور العالي ولا تبريد خطير على فكرة عشان نشوف المبرد لأنه بدي أرجيكو شغلة جدا جميلة خلينا نشوف لنا إشي RGB 500 واط على فكرة بيكفي إلى 6060 Ti ومعالج زي هيك خلينا نأخذ الـ RGB Series لـ Smart اللي هي 500 واط وطبعا بتحبوا تحطوا 670 خيار برجاء لكم فهاي أضف إلى عربة التسوق هيك صفى عنا Power Supply لأنه حكينا عن التبريد بدي أرجيكو وإحنا كثير من حكينا نحكي عن النقطوة منحكينا مش متوفرة منطقتنا العربية وهي أحد ميزات الشراء من موقع زي هيك للأشياء المش متوفرة بالمنطقة إذا ما كانت متوفرة طبعا نحط نقطوة نشوف إيش الخيالات رح تطلع لنا لا نقطوة فتدا عنا تشكيلة واسعة من مبردات نقطوة خلينا نشوف إنا إشي الـ NH-U12S اللي رح نعينها قريبا إيجتنا شو رأيكم الـ NH-U12S نعم مع أنه المعالج ما بحتاج تبريد ولكن أنا بدي أعطيكم مثال على هالموضوع إذا بكتو تكسروا سرعة أو تشتروا مبرد هوائي من نقطوة 243 ريال ممتاز جدا وطلعوا يعني ريتنج تبعه خمسة من خمسة وسعره مع الضريب المضافة 200 وخمسة وخمسين وهي أضف إلى عربة التسوق ومدام حكينا عن مبرد المعالج خلينا نحكي عن thermal paste خلينا نشوف إشي من thermal grizzly لأنه ناس للناس اللي ما عندهم thermal grizzly ببلادهم وحابين اشتروا thermal paste تبعه طبعا بإمكانكم تشتروا بدون بدون تجميع كاملة كنت تشتروا لحاله طيب إنا space كيس بين thermal وبين grizzly هاي space لأنه search ما تطلع مزبوط صفى عنا هيك خيارات عديدة في عنا الكريولات اللي هي بـ 40 ريال الـ 1 جرام من جيبه نحنا مننصح فيه دائما لـ thermal grizzly لأنه أداءه جدا ممتاز طبعا حسب خياركم أنتو بتحبوا تشتروا أي thermal paste بتفضلوا هيك حطينا معظم الأشياء خلينا نشوف لنا كيس شو رأيكم وهالمرة بشوف لنا كيس من cooler master cooler master case طبعا لا تنسوا دائما أنه تجيبوا كيس متطابقة مع حجم الكيس تبعتكم يعني أنا عاجبيت نهاية الكيس الماستر بوكس Q500L ولكن قياسها micro ATX وليس full ATX وأعتقد أنه البورد اللي عنا هي full ATX خلينا أتأكد من اللي عنا يعني لو بدروح على العربة التسوق تبعتنا ونشوف المotherبورد أرجع لها اللي هي هيها الأorus gaming 3 وأتأكد من المواصفات طبعا معنومات كاملة تكون موجودة ننزل عند مثلا مواصفات المادية عامل الشكل ATX للأسف الشديد فما بتزبط على هذه اللوحة فعشانيك بدي أرجع أشوف لي power supply كيس أخرى اللي هي أي كيس بدنا أي كيس ما رأيكم ال MB511 نعم هاي من الكيسات الجميلة ال MB511 سعرها 375 ريال منطقية للتجميع زيك فهاي أضف إلى عربة التسوق طبعا من كان كنت تفوتوا وإنتوا تستعرضوا المنتج أو تضيفوا مباشرة شو ضل عندنا أشياء عندنا كيس عندنا كارت شاشة عندنا لوحة أم عندنا معالج عندنا كولر وفيه عندنا رام وعندنا ثربل بيست وفيه عندنا power supply وفيه عندنا SSD هيك صفت عندنا التجميعة كاملة مش ناقص إشي إذا ناقص تكروني ممكن نزيده شوفوا الحاليا شوفوا كيف تقسموا المنتجات في عربة التسوق في خدمة نيو أج للشحن الدولي أشياء بتيجي من نيو أج مشحولة دوليا وفيه أشياء خدمة تسليم مباشرة من السوق التجاري لدى نيو أج وخدمة تسليم مباشرة من السوق التجاري برضو نيو أج أتوقع هاي من مخازن مختلفة ممكن تشوفوا نيو أج على الموضوع ولكن بفصل لك كل الأشياء حسب الأيتم من وين بي جي فهاي شغلة جيدة وبعطيك الإجمال الكلي اللي هو 5359 ريال اللي هو تفصيله عندك لكل إشي فيه عندك إجمالي فرعي فيه عندك تقدير الضريب المضاف فيه عندك الشحن فيه أشياء الشحن تبعها صفر الشحن صفر الشحن 58 ريال لـ Thermal Grizzly شفتوا الشحن غالي ممكن تشيلوا الأيتم عندنا شحن لا الرام 225 ريال شايفينه غالي بتشيلوه الموضوع برجعلك 100% وكل الأيتم هدول الشحن تبعهم 313 ريال زي ما حكينا فيه أشياء مجانية وفيه أشياء مش مجانية حسب المصدر تبع القطعة من وين جاي وبالآخر لما تخلص كل أمورك بتعمل Secure Checkout أو عملية سداد آمنة طبعا لازم تعمل يفضل تعمل أكاونت أو حساب عند New Egg عشان تفوت عليه وساعتها بتتخزن عندك النقاط كل كارت عملتها في ظل مخزنة بتعرفوا اللي هي الخيارات المعتادة للحسابات اللي بتعملوها زائد طبعا بتحط عنوان الشحن وطريقة الدفع تبعاتك اللي هو بقبل المعظم طرق الدفع المتعارف عليها وزي الموقع ثاني New Egg غني عن التعريف بهاي الناحية يعني موقع آمن ما في داعي تخافوا منه بأي شكل من الأشكال حتى سياسة الإرجاع تبعته جدا جدا لطيفة بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون أعجبكم هالفيديو شو رأيكم بالحركة اللي عملتها New Egg إنه هي التتواجد بالمنطقة بشكل قوي زي هيك أنا شخصيا أعتقد إنها حركة جدا جدا ممتازة أولا هاي اعتراف من الواقع العالمي بأهمية المنطقة تبعتنا والقوة الشرائية تبعتها ووجود المستخدمين القويين المتواجدين اللي بعرفوا شو بشتروا قاعدين مش أي حدا الإشي التاني إنه صار في عنا خيارات أكتر لنا وإلكوا عشان تشتروا بتقدروا صار لكم خيار تشتروا محلي أو تشتروا من واقع زي هيك فالموضوع برجع لكم ما حدا ضربكم وعيدكم تشتروا من هون أو من هون بتشوفوا الخيار اللي أفضل إلكوا من ناحية شراء ضمان إلى آخره فشوفوا إنتوا شو مصلحتكم وإن بتكون فإذا عندكم أي أسئلة أو ملاحظات حطوها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على حسابات التواصل الاجتماعي مذكورة كلها بوصف الفيديو ووصف القناة نشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا أمد سلام